كان لهذا الجبل دور كبير في حماية عديد الأسر هنا التي تقتن في محيط الجبل قرابة خمسين ألف نسمة في أحياء شعبية بالرغم من تساقط الحجارة نتيجة الزلزال الذي ضرب هاتاي وضرب الجنوب التركي يوم الاثنين ما قبل الماضي إلا أنه كان لهذا الجبل دور كبير جدا في حماية عشرات الألاف من الأسر التي لم تتضرر من هذا الزلزال هذا الجبل الشامخ كان له دور كبير بسبب أن هذه الأحياء الشعبية وإن كانت بسكن عادي جدا إلا أنها استطاعت المقاوبة الأحياء الشعبية التي نتحدث عنها هي موجودة هنا في هذا المكان بالضبط في هذه هي الأحياء التي سلمت من الزلزال رغم أنها حياء شعبية ورغم أنها يعني لو كان وقع نفس الزلزال الذي ضرب المدينة في منتصفها إلا كانت ستصبح ركام وكانت الكارثة ستكون مأساوية أكثر بالاتجاه إلى الاتجاه الآخر نلاحظ أن هذه الولاية ولاية هاتاي مدينة أنتاكيا توجد بين جبلين هذا الزلزال الذي ضرب المدينة مدينة أنتاكيا وإن كان تدمره كبير جدا في عمق المدينة وفي مركز المدينة إلا أنه لحسن الحظ أن هذا الزلزال اتجه في هذا الاتجاه بمعنى خط الزلزال كان في هذا الاتجاه من الشمال إلى الجنوب في الوسط ودمر الوسط لو كان عرضيا لكانت المصيبة أكبر لماذا؟ لأن البحر الأبيض المتوسط يوجد فقط وراء هذا الجبل الآخر الذي تشاهدون عليه الثلوج وبالتالي مرور الخط الزلزالي في وسط المدينة صحيح أنه ضمر المدينة في عمقها لكنه كذلك كان سيكون أسوأ لو كان الخط في الاتجاه الآخر كان معكم محمد الفنيش لقناة الغد من ولاية هطاي ترجمة نانسي قنقر